يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين أنت دكتور لن تمل من تكرار سؤالك هذا وأنا لن أمل من تكرار الجواب أيضا لأنه السؤال والجواب هو مدارح الحديث في برنامجي هذا ليس في هذه الحلقة فقط إنما في البرنامج ككل قضايا وعراء هو قضية القيم والأخلاق والمفاهيم وضبطها ضبطا دقيقا علاقة ما نتحدث عنه فيما يتعلق بالقيم هذا يمس وقعنا مسا مباشرا كما ذكرنا مرارا ومتكرارا أن كل الأفعال والتصرفات والسلوكيات هي مرتبطة بقيمة أو بفكرة أو بسلوك معين في دهن الإنسان سواء كان هذا السلوك استمده من البيئة التي يعيش فيها أو من آبائه واجداده أو من القبيلة التي يعيش فيها أو من الشرع الكتابي والسنة وهو السمو والعلو الأعلى للقيم والأخلاق إنما هذه الأعمال التي تراها اليوم تجري سواء من سفك للدماء أو صلح أو سياسة أو جري أو بيع أو شراه هي مرتبطة بمجموعة من القيم والأخلاق والسلوكيات أو مجموعة من الأفكار والعقائد والذي دعاني الحقيقة للحديث عن هذا الموضوع وعلاقته بالبرنامج هو الموقف النبيل الذي اتخذه عمر شكال القدافي رحمه الله حينما اختار ناداه واعز الضمير أو واعز القيم التي تربى عليها بأن انحاز إلى الضعفاء والمساكين من العجزة والنساء والأطفال في جنفودا ولا زال مرابطا هناك حتى تم قصفه بطائرة يقال أنها إماراتية فالحقيقة هذا هو الذي قدح في دهني أن أتصور القيم التي عاش عليها المجتمع الليبي يعني لماذا انفرد بهذا السلوك هذا الرجل فقط أين نخوة العرب أين نخوة قبائل برقة أين نخوة المحاصرين من الرجال أين كان أين كان عدوه كيف يرتدي الإنسان الحر الأبي الشهن أن يحاصر رجالا عجز قد انقطع عليهم الأكل والشرب ويحاصر نساء ضعيفات وأطفال يسمع أصواتهن من ورائه جدار أبو دجانة يوم أحد نداه النبي صلى الله عليه وسلم نادى صحابة كلهم قال من يأخذ هذا السيف بحقه أنا أريد أن أتكلم عن القيم وعلاقتها بالحروب فجاء في قصة طويلة جاء أبو دجانة وقال أنا له فأخذ وصار يتبختر في القصة المعروفة فلما احتد القتال واحتدمت المعركة وحمي الوطيس قال رأيت يعني هممت بقطعي بضربي هامتي إحدى الناس لأنه كان هو في الحروب كان يتغطى الناس بالحديد فما يعرف الفارس من الفارس والرجل من المرأة ونحو ذلك فقال فرفعت سيفي لأهوي به على من هو أمامي فلما قال هويت به ولولت إمرا وهي هند بنت عتبة فقال هذه الكلمة فقال أكرمت سيف النبي صلى الله عليه وسلم من أن أضرب به إمرا فكان القضية هذه القيم التي تربى عليها الليبيون تكاد تكون معدومة اليوم في كثير من نواحيها هذه أحدها وسنتكلم عن أخريات لكن هذه أحدها هذا سيكتب في تاريخ الليبيون عموما ويتحدث عنه الآن الناس في الخارج أنت في الميدان حتى المعركة لها أداب وقيم حتى المعركة لها أداب وقيم وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا قبلهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان للجاهليين من أمثال عنطرة ومن أمثال الزير سالم ومن أمثال حاتم الطائي كانت لها قيم في القتال وفي البيع وفي الشراء وفي السفرات وفي النقاشات وفي كذا ما يتنازلون عنها إطلاقا أين ذهبت هذه القيم في هذه القبائل العريقة التي لها مجد وتاريخ ولها قيم ولها أخلاق ولها كذا البادية يا أهل البادية في برقة وغيرها مرتبطة حينما تقول أنا من أهل البادية وأنا بدوي وأنا من قبيلة كذا هذه لا تنفك عن إغاثة اللفان وعن إغاثة الملهوف وعن فك الحصار عن الضعفاء وعن يعني كشف الكرب عن المظلومين ونحو ذلك هذه مرتبطة ارتباطا وثيقة إما أن يكون الخلل في هذه القبائل وإما أن يكون الخلل في هذه القيم وليس هذا فقط إنما هذا هو الذي أثارني للحديث وإلا هناك قيم تتعلق بحصار درنة وهناك قيم تتعلق بالمهجرين من النساء والأطفال سواء كان من أنصار القذافي أو من أنصار فبراير أو ما يعني شيء نساء ليبيات وأطفال ليبيات في تونس في مصر وفي هنا وفي هناك أو مخيمات في داخل الوطن وخارجها هذه قيم لم يتربع عليها الليبيين جملة لم يتربع علي هذه القيم فإذن حديثنا عن القيم له علاقة وطيضة ويمس واقع نمسا مباشرا وليس من ترفي القول ولا من وعد تسفك الدماء بسبب غياب هذه القيم تسفك الدماء وتقطع الأرزاق وتنتهك الأعراب ويحاصر الأطفال وتموت النساء جوعا لغياب هذه القيمة اشتركوا في القناة شكرا